على مدار اسبوع شفت تعليقات كثيرة على مسألة مين هيدخل ومين هيخرج ممكن الناس بتحاول تكتهد والناس بتتكلم بناء على معطيات ظهرت في المباريات الأخيرة ولكن أنا بأكد لكم والله العظيم بحلب والله العظيم تاني إن ما حدش لغاية اللحظة دي قادر يقول بشكل رسمي قايمة الأهل إيه عشان فيما بعد لما يتم الإعلان الرسمة عن القايمة لأنك كده الفيفا حتى بينشرها على الموقع الرسمي محدش يجي يقولك إيه أنا انفرطت وقلت أصل فيه نجم خرج أصل 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 لا محدش عارف القايمة الرسمية لغاية اللحظة دي مين هيكون موجود ومين هيكون برد وبلاش نعمل أزمة في الجزئية دي لأن أنت مجبر بمشاركة 23 اللاعب فسواء اللي موجود داخل القايمة أو اللي خارج القايمة كلهم نجوم ولكن في رؤية فنية عند مرسل كورر تحديدا في اختيار القايمة البعض يحاول يجتهد وممكن يقولك عندك ثلاث نجوم ممكن يخرج منهم نجم أو اتنين آه ده ممكن في سبيل الإجتهاد للوصول لمعلومة وارد ولكن محدش قادر يجزم مين ممكن يكون في القايمة ومين ممكن يخرج من القايمة لأن كمان عندك تطورات حدثت في الساعات الأخيرة أنت عندك أو في المباراة الأخيرة عندك إصابة منعم عندك إصابة ياسر أنا بطمنكم إن شاء الله بإذن الله يكونوا جاهزين لكن أنا بديكم أمثلة مثلا عندك إصابة مثلا أنتوني مودس اللي كانت بعد الأجندة الدولية برضو موقفه مش واضح فكل التفاصيل دي ممكن تخليك تبقى بتتكلم في الجانب الهجومي مين يدخل مين يخرج وتلاقي نفسك بتعمل تعديلات على الجانب الدفاع عموما مش هدخل في تفاصيل كتيرة لكن بنأكد لكم أول ما يكون فيه خبر رسمي وإعلان رسمي للقايمة هتسمعوها من خلال برامج شاشة قناة الأهلي خلال الساعات اللي جاي